مساء الخير قبل الفجر بعد ليال عشر صمضت وما سكتت استشهدت ولم تمت ومن قلب الجراح حاصرت حصارها وقامت تقطف تمار زرعها مقاومة في الأرض وصواريخ في السماء أذنت غزة للنصر في قبة المسجد الأقصى بإمامة شيخ جراح حي خلفه صلى شعب جبار فصنع مجد أمة كانت للمقاومة الكلمة الأخيرة واليد الطولة فرفعت يد المحتل عن المسجد المبارك وحي الشيخ جراح وفرضت معادلة جديدة جعلت قيادة كيان العدو تصمت إلى حد الخرس لساعات ما بعد وقف النار إسرائيل باتت تحسب حسابا نفس ولأنها كذلك سعت إلى تنفيس إحباط وصخط مستوطنيها من خلال الاعتداء اليوم على المصلين الفارحين بالنصر في الأقصى في لبنان لم يعطي الفلسطينيون فرحة نصرهم لأحد المخيمات لم تنم أهل الشتات اجتمعوا على الاحتفال بما تحقق وعينهم على العودة إلى أرضهم وفي الشأن اللبناني استمع مجلس النواب إلى رسالة رئيس الجمهورية ميشيل عون وسيعود إلى نقاشها في جلسة حددها الرئيس نبيه بري عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد السبت على أن تكون هناك مداخلة لكل كتلة نيابية فيما تتجه الأنظار إلى مضمون كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري على أي حال فإن معلومات الأنبيان تشير إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيسين بري والحريري معطوفا على ما يمكن أن تشهده الساعات المقبلة من اتصالات لتخفيف التشنج والتوترات وفق صيغة معينة من الممكن أن تبرد الأجواء التي تسمح بمعاودة التواصل بين أهل التأليف لإنقاذ البلد وكل ذلك مرهون بمواقف القوى السياسية وعلى رأسها التيار الوطني الحر لناحية رده على الرد المرتقب من الحريري على رسالة عون وفي هذا الإطار كان الرئيس بري قد أشار إلى أنه على الجميع بلا استثناء أن يتعاونوا ليزرعوا الحبوبة في الأرض لنحصد ثمارها بدلا من التفريط فيها ورميها في الهواء ما يمنعنا من الإنتاج مصر التي نجحت وساطتها في وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة جددت اليوم من عين التيني تأييدها لمبادرة الرئيس بري لكونه العنوان الضروري والإلزامي للخروج من أي مقزق كبر أم صغر في لبنان والممر الأساسي للحلول وفق ما عبر السفير المصري ياسر علوي وتمنت مصر أن تتشكل الحكومة العتيدة في أقرب وقت ممكن وفق مبادرة رئيس المجلس وبحسب الأصول الدستورية بما يحفظ البلد ويجنبه أي منزلقات غير دستورية أو أي مساس باستقراره